موسيقى أصعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدنا الكرام طالب عدد من جرح ميليشيات الكرامة ببنغازي بالإفراج عن ثمانية من زملائهم جرى الاعتداء عليهم بالضرب أمام مقر قيادة ميليشيات الكرامة في الرجمة أكد الجرح في بيان نلقوه خلال الوقفة الاحتجاجية أن رفاقهم الثمانية جرى نقلهم إلى سجن الشرطة العسكرية في المرنش شرقية بنغازي مطالبين بالسجن والتحقيق مع كل المكلفين بالكتيبة 106 ومن أعطاهم الأمر بالاعتداء على الجرح بحسب البيان وكان جرح ميليشيات الكرامة قد نظموا وقفة احتجاجية ماما مقر بلدية بنغازي احتجاجا على سوء معاملتهم تقاعص وتقصير الجهات المسؤولة في ملف علاجهم هذا وأكدت مصادر محلية من مدينة بنغازي إخلال مجموعات المسلحة التي يقودها القياد بميليشيات الكرامة محمود الورفلي من مقرها بالطريق السحلي وأكدت المصدر ذاته أن عملية الإخلاء جاءت تحسبا لأي اقتحام أو لأي اقتحامات من ميليشيات الكرامة لمقرات المسلحين الموالين لمحمود الورفلي في شأن متصل قال مصدر نبني أن ميليشيات الصعقة استهدفت ليلة الخميس مقر مشات البحرية بجليانة بعدة طلقات نارية مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرح جر الهجوم تمكن الزور قراص جدير التابع لحرس السواحل قطع طرابلس الخميس من إنقاذ ست ومئة مهاجر غير قانونيين شمالية مدينة الخمس أوضح الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحاري يبقى سمن المهاجرين من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة وجدوا على متن قرب مططي شمال الخمس وأشار قاسم لأنه تم ارجعهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز واطريق السكة بعد تقديم المساعدة الإنسانية لهم قالت الشركة العامة لكاربا أن التوليد المتاح للثالث عشر من يولو الجاري يقدر بخمسة ألاف ومائتين وخمسين ميجاوات الشركة على موقعها بفيسبوك قدرت الاستلاك المتوقع بستة ألاف وستمائة ميجاوات والعجزة في التوليد بألف وثلاثمائة وخمسين ميجاوات وأفادت الشركة بأن طرح الأحمال سيصل إلى ست ساعات متواصلة في أمان الله اشتركوا في القناة